إذا دخل العبد إلى المسجد يجعل الدنيا خارج المسجد يعني لا يدخل بالدنيا إلى المسجد لا بيع ولا شراء في المسجد ولا يبحث عن الأشياء المفقودة الكلام في السياسة وسائل التواصل في المسجد أو الألعاب في الجوال يدخل إلى المسجد تقدم الرجال للصف الأول رجل لا بد تتقدم وجدت الصلاة قد أقيمت والإمام دخل في الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليها الإمام وإذا كانت الصلاة لم تقم بعد ماذا تصنع؟ تطالع في الجوال؟ تنظر في الساعة أو في الإمام أو في المؤذن؟ لا يليق هذا بالمسلمين أن يصنعوا هذا في المساجد تقدم إلى الصف الأول وصلي إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية وصلي ركعتين تحية المسجد ثم تبقى في قراءة القرآن في ذكر الله أمجر لزكري خواب أو لقرآن حرمد النبي